طب ده ياخدنا إلى سموح كيف يتعامل الزمالك مع سموحة وعقلية وتفكير الكابتن أحمد سامي؟ الكابتن أحمد سامي في البداية هو واحد من أفضل مدربين داخل الدول المصري أنا شايف يمكن فيه ثلاث مدربين مصريين داخل الدول المصري هما الأفضل كابتن أحمد سامي قد يكون على رأسه محد سموحة الكابتن عحمد باسيوني وكابتن علي ماهر وممكن كمان مؤخرا تجربته مع الغازة المحلة كانت جيدة كابتن عودة ومع المقاولين يعني الموسم الحالي عمل موسم جيد تناس إيهاب جلال ولا مش شايفه من ضمن النظر؟ لأن كابتن إيهاب جلال يعني الراجل موجود دلوقتي مع نادي برامدز اللي هو طبيعي بينافس على الطولة في الكونفدرالية لكن احنا بنتكلم عن مديرين فنيين لسه محتاجين يغضوا حقهم أكتر سموحة كابتن أحمد سامي هو سموحة الموسم اللي فات ويمكن سموحة الموسم اللي قابله هو نفس الشكل نفس طريقة اللعب الراجل ماشي عنده حد بيجيب حد تاني يقوم بنفس الدور يعني على سبيل المثال سموحة كان عنده رفيق قبو الراجل اللي هو بيلعب نحية اليمين المهاجم نحية اليمين اللي هو دايما بيعتمد عليه كإنصايد رايت الراجل اللي بيخش دايما لعمق الملعب لما مش رفيق قبو أو بقت بديل جاب مين؟ جاب مصاحة فتحي استغله في نفس المكان الراجل اللي هو طبيعي الناس وقدع عنه الفكرة أنه هو جناح يحية اليمين لكن دايما ضامم له عمق الملعب وبتحرك في عمق الملعب مصاحة فتحي معاه كان واحد من أفضل لعبيء الدوري المصر حشان يهدى فيه في صده شهور؟ بالضبط خرج من عنده مصاحة فتحي جاب اللعيب المحترف صديق وجولة بيقوم بنفس الدور يعني احنا هنستعرض كمان جوليل نيمين شوية بتحرك في نفس المساحة يعني خلينا هنجلها كمان شوية في اللعطات كان عنده حسام حسن المهاجم الطبيعي حسام حسن كمان يعني يمكن الناس حصراف في دور اللعب بتاع المحطة اللي متمركز جوه البوكس لا حسام حسن كان من المهاجمين اللي بتحركوا برا البوكس كتير جدا راح جاب مروان حمدي اللي بيقوم بنفس الدور لاعب بلاعب كان عنده أحمد عبدالقادر راح جاب حسين فيصل لا هو سيستم لعب واضح بيتكرر معاه وبيستغل عنصر ماشا بيجيب عنصر بروفايل مشابه يستخدمه في نفس المكان أنا حابب نركز قوي على صديق جولة ويمكن لنا هدفين دي من 3 أهداف الموسم نستعرض الهدفين تعالي نستعرض الهدفين ويمكن يعني الناس ما تشوفش عمل فن كبير بيحصل في الهدف لكن أنا حابب نقف هنا ثاني الراجل اللي هيجيبي الجول ده ده مفروض الجناح اليمين اللي هو بيبقى متمركز على الخط لكن زي ما قلنا اللي كان بيحصل معرفيه كابو وبيحصل معظاه فتحي متمركز دايما في عمق الملعب الناس تفتكروا حتى مهاجم شوف الهدف اللي جابه من جوه البوكس من تمركز اللي معتدين عليه من اللعب اللي بيلعب في المكان ده مع الكابتن أحمد سامي شوف هدف تاني لصديق جولة الهدف فين يا جماعة شوفين اللعب اللي على حدود 18 ده ده الراجل اللي مفروض يبقى جناح يمين لكن احنا قلنا الحرية بيخش أكتر لعمق الملعب نكمل اللقطة يمكن أنت تشوف الحظ خدمك لكن تمركز اللعب اللي جابه جون هنا ده عمل فني تكتيكي من المدير الفني فهنا شايف أنا شايف الزمالك محتاجي يكون مركز مع النقطة دي الراجل ده تحركاته مهم جدا الزمالك يكون واخد باله منها فنيا دفاعيا بقى بنتكلم عن سموحة أنا شايف أنه نادي سموحة عنده مشاكل كتير جدا في خط الدفاع كتير يعني من أكتر الفرق اللي بتستقبل أهداف من جوه البوكس بسبب تشتيتات في الكرة والكرة تتدربك ومشاكل وا 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 وسموحة يستقبل أهداف فهنا شايف أنه ده نقطة مهمة جدا إن الزمالك يستغل لها وإن خط الدفاع سموحة لما بتوصل في نص تلعب عليه زون وتوصل لمنطقة جزاؤه بيتوتر بيحصل غلطات كتير فهنا شايف إن الزمالك المالش ده تحديدا محتاج يلعب كتير من عمق الملعب من عند مدافعين نادي سموحة يعني شي كبالا يبدأ طبعا طبعا فوجة نظري فده فيما يخص نادي سموحة زي ما قلنا وإحنا بنتكلم عن مدير فني عنده سيستم واضح بيتكرر وده شيء أنا بشوفه للمدير الفني جيد يعني أنا بشوفه كمدير فني لما تلعب قدام مدرب عنده سيستم بيساعدك تشتغل عليه أحسن بتلعب قدام فرقة عشوائية أنت مش قادر تمسك لها ملامح فنية واضحة